السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزين نضيف حروف ونخليها نتحرك فهاجي هنا وقول له ان انا عايز اضيف مثلا حرف الام وحرف ال او وحرف ال ا وحرف الز نبدأ انا نحرفهم زي ما احنا عزيني طيب هنبدأ نعمل حاجة دلوقتي ان انا هتقول له لما حصل حدث ده ابدأ اتحرك هو اقول له هنا مثلا repeat مثلا عشر مرات او لو انا عايز اطولي او او اف لو انا عايز القاعدة لو حصل حاجة يحصل حاجة تانية طيب هتجي تحط مثلا الموشن دوت اللي هو عايزو يلف مثلا خمستاشر وخمستاشر بشكل عكسي وتعمل تشغيلي مش هتلاقي اي حاجة بتحصل كلها بتحصلت بشكل سريع جدا فاته ما تشوفش ايه اللي حصل فانا هلجأ ليه هلجأ wait في النص كده وطبعا ثانية هتبقى كتير هتبقى بابو انت واني جميعا تعالى نشغل هتلاقي الايه ما يبتتحرك بيه الشكل دوت نفس الامر دوت ممكن تاخده تحط مثلا في الاو والايه والزت وتقول له شغل هتلاقي كلهم بيتحرك طب انا عايز تكون لحظة من بقى ليه حاجة مستقل حاجة زي كده فانت ممكن مسلا تلاقي حاجة زي مثلا التغيير اللغب مسلا او تغيير او بدل ما هو بيتنين لقى يتعمل move بالشكل دوت ونخلتني مسلا بالسلم وهنلغي موضوع النواي الف هتلاقيه بيتحرك هو بالشكل دوت ممكن نقول له بقى لا ده انا عايز مسلا تغيير لي اللون مسلا او تغير فهنلاقيه هنا اللون عايز تغيير خلينا نجرها الكلر هوت ان شاء الله هتلاقي اللون بيتغير بالشكل دوت طيب خليها مسلا نيجي على الحرف الاو ونقول له احنا عايزين نعمل زي change size change size ونخلتي بالسالب وممكن نلغي دي او نخليها فيش مشكلة خلي دي مسلا خمسين هتشايف؟ انا غيرتها عشان تبايت بس كده انا رجعتها كده انا رجعتها كده بقى خليها مسلا ايه؟ ممكن تصغر دي مسلا بمقدار 20 حتى بيوصل للحجم اللي انت شايفوه مليسو وبعدك تخلي دي مسلا عشرة مسلا يعني زي ما تحب تحس ان هو يكبر ويصغر تخلي في فرق بينهم زي ما انت عايزين فزي ما انت شايف تقدر تلعب بشكل حلو في قلب الحاجات ممكن تخلي مثلا نيجبره بشكل مثلا 30 وده تلقى ويصغر برضه 30 وده اللهم بتعود بيتغير زي ما انت شايف يعني تقدر تحط بعض الحركات على الكلمة بحيث ان ممكن تخليه تحرك فل تحت ممكن تديله الروتيشن مثلا او تخليه تحرك ويخبط في الحواف ويرجع تاني زي ما انت عايزين